سلام مشاهدين كديري اللبس عليكم يربي يلقاكم هذا الفيديو بخير و بصحة و بسلامة و بأي حاجة زوينة كتمنوها فيديو جديد و نهار جديد ان شاء الله اليوم بغيت ندير معكم واحد الوصفة ديال الرية مشرملة كجيزوينة وبغيت نشارك معكم الطريقة هنا اخذنا الريا ديال الخروف قطعتها طرفة اللي سخارين نستفض الكاسر هنا و نزيد عليها الماء و شوية ديالة الملحة و غادي ردها باش تسلق ليه مزيان صافي نقص عليها البوطر باش ما تتفيتش و ردها تسلق صافي هنا غادي نصيب شوية ديالة التومة و غادي نصيب القصبورو المعدنوس غادي ندكهم انا في المهرز باش يعطوني هادا نسمة ديالة الشرمولة انتو ما كديروا الكمية ديالة القصبور و المعدنوس و ديالة التومة لحسب الكمية اللي عندكم ديالة الرية فهنا هنا الرية كانت عندي كاملة ولكن صغيرة تكشع ليش ما كترش بزاف تقريبا هنا كانوا عندي شي جوج اولى ثلاثة ديالة المعالقة كبار صافي غادي نزيد عليها شوية ديالة الملحة و غادي ندكها في المهرز و غادي نارجع باش نكمل معاكم موسيقى صافي هنا على البوطة درت المقلع موسيقى حماواتي اضافة الجميع غادي نشغل بلدية او لا تخلطوا ما بيناتهم غادي نحن ندير زيت بزيد حيط رية نشرب لنا الزيت غادي نزيد تقريبا واحد الحبة صغيرة ديالت البصلة غادي نزيد تقريبا واحد لحبة صغيرة ديالة البصلة سوف نقوم بتصفيتها وغسلتها جيدا نقطرها سوف نقوم بتقلها مع البصلة سوف نقوم بتقلها مع البصلة ثم نقوم بتقلها مع البصلة ثم نزيد الشرمولة شرمولو كما قzerت لكم نقوم بتاكدها زر شيطا نقوم بتقليل اشتركوا في القناة 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 حتى توقف لنا على الزيت اللي يدرن لها في الأول حتى نقدمها الريا ديالتنا مشار مولا كاتجي على هاتشكل هذا كاتجي زوين على طيبة ديال الشرمولا وكاتجي بنينة كنتمنى باش تعجبكم هاتطريقة وتجربوها اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لي لايك وتشتركوا في القناة ونقول لكم مع السلامة ان شاء الله حتى الفيديو آخر